معرقة الدنة الحرب الليبية الإيطالية الحلقة 266 من سلسلة الموسوعة السياسية التاريخية السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتاعت لتتوصل بطول جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأذكر مصدر ومرجع المعلومات معرقة الدنة الحرب الليبية الإيطالية من المراكز الساحلية الليبية الهامة استهدفا لاحتلال إيطالي في المرحلة الأولى من مراحل الغزو الإيطالي للطر الليبي وقد وصلت قطع الأسطل الإيطالي أمام شواطئها يوم 30 أيلور سبتمبر 1911 ميلادي وبدأت بتصفها يوم 16 تشرين الأول أيرتوبر ومن ثم قامت بعض وحدات البحرية باحتلالها بعد أن انسحبت الحامية التوقية وقوات المجاهدين إلى المرتفعات الجبالية المحيطة بها هذا وقد استمر حصى المدينة فترة طويلة إضطر الإيطاليون خلالها إلى البقاء على شريط ساحل ذيب وإقامت تحصين الدفاعية لرد عمليات الهجوم المتتالية التي شنها المجاهدون والتي تساعدت مع الثالث عشر تشرين الثاني نوفمبر 1911 ميلادي وشهدت المنطقة معارك عنيفة عديدة مني الإيطاليون في بعضها بخسائر ضخمة مثل معاركة سيدي تريم القربع 16 أيلول مايو 1912 ميلادي وظل الإيطاليون يعتبرون المنطقة غير مأمونة حتى توطيع الاتفاقيات مع الحكومة الإيطالية اللهم صلي على محمد وعلى آله محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بارت على محمد وعلى آله محمد ما بارت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم صلي على محمد وعلى آله محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم باري تعالى محمد وعلى آل محمد تما باري تعالى إبراهيم وعلى آل إبراهيم إننا تحميد مجيد